ترمي الأزمة الاقتصادية والسياسية بظلالها على المشهد في تونس حيث لجأ بسببها الرئيس قيس سعيد إلى خيار الإقالة مبتدئاً بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات دون ذكر أسباب الإقالة التي جاءت عقب إعلان معهد الإحصاء الحكومي لارتفاع نسبة التضخم في البلاد لأعلى مستوياته منذ أربعة عقود وارتفاع أسعار السلعي والخدمات سعيد وفي ظل الانتقادات التي وجهت لسياساته وخياراته الاقتصادية اتهم جهات لم يسمها بتلقي مبالغ ضخمة من الخارج وتوزيع أموال على المواطنين لعرقلة إجراء الدور الثاني لانتخابات مجلس النواب وتعطيل بعض المرافق العمومية لتأجيج الأوضاع في البلاد اتهامات أثارت استغراب محللين سياسيين رأوا أن إقالة سعيد للوزيرة هو إقرار بأن الأزمة تتعلق بأداء الحكومة والمنظومة السياسية القائمة على الرغم من ربط الرئيس التونسي بشكل دائم لهذه الأزمة بمن يسميهم بالمحتكرين والمضاربين والمعارضين لسياساته التحذيرات التي أطلقها سعيد تأتي بالتزامن مع تحشيد قوى المعارضة السياسية من أجل الخروج في تظاهرات في الرابع عشر من شهر كانون الثاني للتعبير عن رفض إجراءات الرئيس التونسي التي اعتمدها في الخامس والعشرين من شهر تموز من العام الفين وواحد وعشرين عقب تجميده اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسمة رئاسية وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة أزمة لا يبدو أنها ستلقى انفراجة على المدى المنظور بأحسن الأحوال فيما يرى مراقبون للمشهد التونسي أنها قد تزداد تعقيدا